اهلا بكم في السلطة الرابعة والبداية بأبرز ما تناولته أهم الصحف والمواقع العربية والعالمية والمحلية في الصحافة المحلية موقع مركز صنعان الدراسات يستعرض تحليلا حول الاتهم الاهتمام السعودي بمحافظة المهرة وترجع فرص مدء بوب النفطي من خلالها إلى بحر العرب وفي الصحافة العربية موقع صحيفة عربي 21 ينقل معلومات عن استحداثات عسكرية إماراتية في ثاني جزر أرخبيل سقطر ودوليا موقع الڭارديان يتحدث عن الحرب المنسية في اليمن والتي أصبحت معقدة بشكل متزايد البداية محليا حيث يستعرض موقع مركز صنعان الدراسات السراتيجية تحليلا مستفيدا للبحث يحيى أبو زين حول الاهتمام السعودي بمحافظة المهرة وإمكانية إنشاء أنبوب نفطي من خلالها إلى بحر العرب ويرى الباحث أن التنافس المحتدم بين سلطنة عمان وبين السعودية بعد عاصفة الحزم قد دفع المحافظة إلى حالة من الاستقطاب وعدم الاستقرار ويقول الباحث بأن الوجود السعودية بالمهرة منذ عاصفة الحزم قد حمل أكثر من دلالة في ظل رغبتها القديمة بمد خط خط أنبوب نفطي إلى بحر العرب بنى حكم علي عبدالله صالح وبحسب الباحث فإنه على السعودية إذا ما فكرت بمشروع كهذا أن تدرس قدرتها على حماية الأصول الثابتة لمشروع بمليارات الدولارات في بيئة شديدة التغير والتقلب وخالص الباحث إلى أن النظرية القائلة بأن السعودية اليوم ترغب بمد خط أنبوب في المهرة أقل تصديقا في ضوء عدم الاستقرار السياسي في اليمن ويوضح الباحث أن أحياء العمانيين مقترح خط أنبيب لنقل النفط السعودي منذ تولي السلطان هيثم يقدم للسعوديين احتمالا أكثر واقعية وأقل خطورة ويفسر الباحث كذلك سلوك السعودية اليوم في تكثيف جهودها لبناء نفوذ قبلي وعسكري في المهرة بأنه يهدف إلى تقوية موقف الرياض لمحاولة فرض خياراتها في المستقبل إذا ما انتهت الحرب واتجهت الأمور إلى تفكيك البلاد عمليا أو رسميا تناول موقع يمن شباب نت استنكار الناتق الرسمي باسم الجيش الوطني تصريحات الموسيئة التي أطلقتها وأطلقها الضابط الصعودي المتقاعد حسن الشهري بحق قيادة الجيش اليمني جذلك على خلفية مشاركة الضابط الصعودي المتقاعد في برنامج سياسيا على قناة سكاي نيوز حول تطورات الأوضاع في اليمن والتي تعمد الإساءة فيها للجيش اليمني واتهمه بالخذلان وعدم الكفاءة وبحسب الموقع فقد أبدى ناطق الجيش استغرابه من تكرار هذه التصريحات الغير مسؤولة والتي تصب في صالح الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانية وضف بأن تصريحات الشهري تتناقض مع موقف الدولة السعودية في موقفها من المخاطر المشتركة التي تواجهها اليمن والسعودية متمثلة بالأطماع التوسعية والإيرانية وأوضح الموقع بأن ناطق الجيش أكد على أن تصريحات الشهري لا تمت للواقع بأي صلة وهي تعبير إنفعالي ناتج عن تقدير خاطئ لطبيعة المخاطر التي تواجه اليمن والسعودية على حد سوى وأشر الموقع إلى مطالبة الناطق باسم الجيش بوضع حد لمثل هذه التجاوزات والتصريحات التي تستهدف قيادة الدولة والجيش الوطني الذي يقدم تضحيات عظيمة دفاعا عن الأمة اليمنية والعربية يتناول موقع الموقع بوست تقريرا عن تطبيقات الهواتف الذكية لكشف الأرقام وخطرها في انتهاكات خصوصية الأفراد التقرير تناول تطبيق كشف الأرقام اليمنية الذي يتيح للمشتركين الاطلاع على بيانات وأرقام هواتف مستخدمي خطوط الاتصالات في اليمن التقرير يؤكد على أن التطبيق يعد انتهاكا لخصوصية المشتركين كونه يتيح للمستخدم الاطلاع على كافة الصياد التي يحفظ بها اسم المستخدم لدى الآخرين والذي تسبب بالكثير من المشاكل الأسرية في اليمن بسبب مشاركة المستخدمين البيانات الخاصة ببعضهم التقرير يقول كذلك بأن النساء هن الأكثر تضررا من هذا التطبيق الذي يوفر بياناتهن الشخصية ويتيحها للجميع الأمر الذي يستغله المتحرجون للبصول إليهن والقيام بابتزازهن أو التحرش بهن وأشار التقرير إلى الغياب الكل للرقابة الحكومية في حفظ الخصوصية لدى المواطنين والتي تعتبر حقا من الحقوق التي نص عليها الدستور اليمني والتي يجب على الدولة حمايتها وكذلك ألمح التقرير إلى غياب الوعي المجتمعي الكافي بطبيعة عمل بعض التطبيقات وخطورتها على الخصوصيات ويقول التقرير أن خطر هذه التطبيقات أنه يكمن أو يمكن استخدامها في أغراض سياسية مؤذية كونها تتيح المعلومات للجميع وبحسب توصيات الخبراء يجب التخلص من هذه التطبيقات والتوعية بمدى خطورتها في ظل غياب رقابة الدولة وعربيا تحدث موقع عربي 21 عن نشاط عسكري للإمارات في جزيرة عبد الكوري ثاني أكبر جزيرة في أرخبيل سقطرة وتبعد الجزيرة عبد الكوري عن حديب 120 كم بمساحة تقدر ب133 كم مربع وتحتل موقعا استراتيجيا تطل به على باب المندب والقرن الأفريقي وبحسب الموقع فإن أبوظبي قد شرعت في بناء منشأة عسكرية في جزيرة عبد الكوري وتعمل على إغراء سكان الجزيرة تمهيدا لنقل ميليشيا إليها من خارج الجزيرة ويشير الموقع كذلك إلى أن الإمارات قد أرسلت فريقا من الخبراء الأجانب بمعية شركة مقاولات محلية تابعة لها منذ شهرين حيث تعمل على بناء مدرج صغير للطائرات العمودية والمروحية بالإضافة إلى ميناء بحري ومنشأة أخرى مصادر تحدثت للموقع بأن الأعمال الإنشائية تجري وسط تحركات سرية وتكتم شديد بعيدا عن التنسيق مع مؤسسات الدولة الشرعية ويتحدث الموقع عن استهجان اليمنيين للموقف السلبي الحكومي تجاه انتهاكات السيادة التي تمارسها الإمارات في الجزيرة بظل صمت شريكتها السعودية الضامنة لاتفاق الريع وفي الصحافة الدولية أشارت صحيفة الجارديان البريطانية في افتتاحيتها بأن سنوات الصراع الوحشي في اليمن جلبت البؤسة إلى بلد فقير في حرب أصبحت منسية وليس هناك نهاية في الأفق وقلت الصحيفة بأنه مع بداية 2021 كانت هناك آمال أن يؤدي صعود بايدن إلى البيت الأبيض إلى إحراز تقدم في عمليات السلام وإنهاء الحرب في اليمن وبحسب موقع الصحيفة فقد أغضت واشنطن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية حيث بلغ فريق بايدن في تقدير قدرته على المساعدة في إنهاء الحرب في اليمن ولكن سرعان ما تعثرت الجهود الدبلوماسية ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب بعد مضي سبع سنوات أصبحت أكثر تعقيدا مع ظهور تشكيلات مسلحة أخرى كالمجلس الانتقالي إلى جانب نشاط خلايا القاعدة مؤخرا والتي وجدت فرصة بسبب الفراغ وتقول الصحيفة بأن اليمن ضحية تحولها إلى صراع إقليبي بين الرياض وطهران وعلى الرغم من المحادثات التي تتم بين طهران والرياض إلا أن أولوياتهم تجاه حياة اليمنيين منخفضة للغاية وتقول الصحيفة أن طبيعة الحرب اليمنية المعقدة والقاتمة لا يجب أن تكون سببا لنسيانها بقدر ما تحتاج إلى مضاعفة الجهود المطلوبة بشكل حازم من أجل تحقيق مستقبل أو مستقبل لكل اليمني بهذا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام السلطة الرابعة أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع هذا الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة